ترأس محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم بالمكلة اجتماعا باللجنة المشكلة عقب لقاء قيادة الاتحاد لتدارس بيان نقابات عمال حضرموت واتخاذ المعالجات الضرورية وأكد المحافظ البحسني أن السلطة المحلية حارصت على تشكيل هذه اللجنة سعيا منها في سبيل تحقيق وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة نويسر حاثن اللجنة بالعمل على تخفيف المعاناة عن المواطنين جراء تدهور العملة المحلية وبدر جهود لحل كافة متطلبات موظفية دولة المشروعة وأوضح محافظ حضرموت أن مهام اللجنة تتضمن دراسة بيان اتحاد نقابات عمال حضرموت واتخاذ المعالجات الضرورية وفقا للصلاحيات المخولة للسلطة المحلية وإمكانياتها المتاحة والرفع بالمعالجات إلى قيادة السلطة خلال أسبوع قد عقدت أمس اللقاء مع النقابات وكان لقاء مسؤول وتدارسة السلطة المحلية ما هي الأجرات التي يمكن أن اتخذها واليوم أيضا عقد اجتماع مع لجنة تم تشكيلها من قبل فريق مشترك من السلطة المحلية والنقابات وأعطيت لهم مهمة محددة لوقوف أمام النقاط التي وردت في بيان النقابات وأيضا أي قضايا أخرى تهم حياة المواطنين ترجمة نانسي قنقر